حلوة المبادرة مبادرة من مؤمن زاكريا يا رب يشفيه ويعفيه يا رب وحلو انه هو ليه دور معانا حتى لو دوره مش في الملعب دلوقتي بس دوره موجود معانا زي ما كان بطل في الملعب بيبقى بطل خارج الملعب حلو حلوة قوي وكلنا لما منسمع كلمة مبادرة النبذ التعصب كلنا بنحن ليها كلنا بندعم كلنا بنساند كلنا بنقول يلا بينا بقى يلا بينا بقى بقى لنا سنين مش بقول لشهور بقى لنا سنين في تعصب والتعصب بيزيد ما بيقلش ويا ريوتو حتى بيقف عند حد معايد بيزيد قوي بيزيد بشكل مبالغ فيه وبدون داعي وبدون لازمة وبدون أزمة احنا كده كده الصباح الخير هراك بتشجع عميل انا متعصب قوي لفرقة مش عارف ايه متعصب قوي للفرقة التاني ليه يا سيدي متعصب متحب فرقتك حبها حبها قوي كلمة تعصب دي اصلا وحشة مؤزية للنفس لنفسك الأول قبل ما تبقى مؤزية للغير طبعا ما تبقى مؤزية للغير بسي ما تبقى مؤزية للنفسك انت بتسحى من النوم يا طرى هتخاني معميني النهاردة يا طرى هخش النهاردة اه اتبادل السباب معميني النهاردة تخيل انت شخص طبيعي وعادي لو سألتك كده وانت بتسمعني دلوقتي يا احمد يا محمد يا محمود يا جرجس يا تامر يا اي اسم وقلتلك عديلي كده همومك اليومية همومك اليومية هتقول لي والله انا المرتب ما بيكفيش والله انا عندي مصاريف مدارس والله انا صحتي تعبانة عندي مشكلة في مرضه بتعالج منه والله انا ابني خايف عليه من مستقبله والله انا رايح اتجوز وبجيب العفش وبجيب الاجهزة والله انا مش هتفضل تعديلي هموم كلنا 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 بدون استثناء عندنا هموم مختلفة مش شبه بعض مش شبه بعض بس هموم مختلفة اللي يخلي الكورة او الرياضة تبقى من ضمن الهموم دي ليه بتاع ايه المنطق والاصل ان الكورة او اللعبة او الرياضة هي حاجة للمتعة حاجة للتسلية حاجة لو انت اللي بتلعبها كمان انها بتزود لي بقيتك البدنية وصحتك فمفيش اصلا في اللعبة حاجة بتقول ان احنا النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير يا جماعة تعاونة خانق مفيش عشان كده انا بس هنشخصيا برفو تماما تماما ان انا استخدم لفظ قضية النهاردة هنتكلم على القضية الفردية ليه قضية اصلا النهاردة هنتحدث عن الازمة النهاردة هنتحدث عن الخناءة واقول لك حاجة عالميا في الصحافة وفي الاعلام عايدة الناس تحب تسمع الاخبار اللي فيها لقدر الله مشاكل وازمات ومؤمرات وحكايات ومين يتخاني يعني ده كل الناس في العالم في العالم يعني مشحنة يعني ليه عشان ده يعني ايه بيخليك تقول الوقت يا اما تسدق شكوكك من المستقبل عشان انت اصلا طبيعة الحال طبيعة البنايات ده بيبع عنده شك دايما في المستقبل فلما اقول لك والله المستقبل او الحاضر في مشاكل فانت هتقول لي اه صح انت صح لما اجي اقول لك والله انه في مؤامرة ايوة هي المؤامرة دي لما اجي اقول لك والله مش عارف في مشكلة حصلت امبرح بالنادي ايق ما انا بقول لك مش انا اقول لك من بدل ان في مشكلة وفي خناقة وفي بتاع طب تجيب لنا بقى الناس اللي بتتخانق طب تجيب لنا الازمة طب اقول لي بقى الازمة دي وصل لحد فين طب تعال اطلع النهاردة وانا بتكلم معك كده هدي تقول لي يعني انت مش عارف مين اللي بيصير التعصب صح صح سمعك وانت بتقوله انت طبعا بتقول لي ايه وتعملت نظر ليه ما انت عارف الاصل فين لا الاصل من الشخص والمؤسسة ولا مكان واحد لو بنتكلم على التعصب فهو من زمان بس زيت حبتين الكام سنة الاخرانيين كلنا مسؤولين كلنا مسؤولين يعني سين من الناس اللي هو بيطلع يحل الكورة هي يقول لك والله يا عم اللعيب ده ما يعرفش حاجة ولا يفهم حاجة ولا اصلا ما كانش مفوض يلعب كورة تعصب تلاقي مسؤول ما يقول لك والله يا العظيم النادي والفلان والاسم والفلان تعصب تطلع تلاقي لاعب يقول لك والله الحكم عمل فينا والحكم عمل فينا والكلام اللطيف ده تعصب تلاقي الاعلام يطالع يجيب ثلاثة اربعة بيتخلقوا مع بعض والإيه بيصالحهم تعصب طول ما حضرتك قابل بدا طول ما حضرتك عجبك ده طول ما حضرتك بلغة السوشال ميديا بتعليل ريتش بتاع الكلام ده الكلام ده هيفضل موجود عشان اللي بيعملوا كده بيتغزوا ومصدر رزقهم من انك قابل انه هم يقولوا كده عشان في ناس مش مؤهلة فهو لو ما بقاش فيه خناقة لو ما بقاش فيه أزمة هو مش هيكسب هو مش كسبان حاجة أنا عايز فيه أزمة عشان مش أعرف لما الدنيا تبقى هادية عارف أتكلم فأنا عايز أزمة عايز مشكلة فأفضل أكبر 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 وتلاقي الناس تبدل تتراشق في الألفاظ زي ما انت عايز أقول تم حضرتك اللي بتتفرج على ده حضرتك اللي بتخش يتعلق على ده بتعلق وانت متنرفز خد بالك يعني انت كمان بتبقى متنرفز من اللي بيتقال بس بتتفرج عليه تم ما بلاش تتفرج عليه والله يا كريم ترقى عليك والله يا كلام يسير التعصب بلاش تتفرج عليه تاني والله يا سين بيعمل أزمة بلاش أسمعه تاني بس حضرتك بتنزل القهوة تقعد انت وصحابك تقول امبارح سمعت بقى مدخلة تليفونية كان فيها فلان بيتخانئ وبيشتم وبيعمل بس فلان ده مش كويس مش حلو حررك سمعته ليه تم ما طول ما حررك بتسمعه وبتزود الفيوز زي ما بيقوله يعني هو هيفضل يعمل كده ما عايز يبقى متشاف وعايز يبقى في الصورة واقع جزب فلا بصراحة لو عايزين ننبذ التعصب لو عايزين ما يبقاش فيه أزمات وخنات نراجع نفسنا واحد واحد وانا الأول وحضرتك التاني واللي جنبك التالت نراجع نفسنا هل احنا مشاركين في ده ولا لأ أصلا أحيانا وإحنا بنشارك ما بناخدش بنا اللي احنا بنشارك احنا بس كلنا كلنا بنبقى شطار جدا واحنا بنقول شايف فلان متعصب ازاي طيب أنا كمان متعصب وحضرتك متعصب مش كلنا يعني بس فيه ناس بتبقى متعصبة فانحاول ونجتهد خد بالك وانا هابقى راجل وقعي جدا لا مبادرة مؤمن زكريا هي الحل التام ولا المبادرات اللي قابله هي الحل التام ولا المبادرات اللي جاية بعد كده هي الحل التام بس نقلل نخف شوية من التعصب زمان كان المدرجات فيها مش زمان قوي يعني من 11-12 سنة فيه هجوم وسباب واشتيمة قلت شوية قلت شوية ما قلتش خالص وعادة يعني جمهور الكورة في المدرجات في العالم كله ما بيبقاش مثلا داخل مصرح هادي وساكت ومؤذب لا أحيانا بيبقى في بعض التجاوزات أحيانا ده في العالم كله برضو بس اسمه قلة عندنا المدرجات أصبح فيها كنترول شوية تحكم شوية سوشال ميديا اللي بلا تحكم كله بيصحى من النوم تعالى نشتم فلان تعالى نعمل كوميك على فلان تعالى نهاين فلان تعالى نقطع فيديوهات تعالى نجمع له مش عارف ايه تعالى نعمل له مش عارف ايه تخيل فيه شخص بما بيصحى من النوم يقولك بقولك ايه بقى تعالى نطلع فلان على المسرح أنا بقولك هو من الجمل اللي بتسمعها طول الوقت طب يا عم انت بتشغل وقتك بتشغل نص يومك واحيانا يومك بالكامل عشان تطلع فلان على المسرح وتقعد والحفلات والحاجات اللي انت تسمعها دي تعب نفسك ليه مضيع وقتك ليه شاي الهم تاني غير همومك في الكورة ليه شاي الهم في الكورة ليه أصلا تتعب نفسك وتجهد نفسك ليه فكر فيها ألف مرة يعطون ما انت قاعد في مكان ولقيت اللي حواليك قاعدين بيقولوا كلام هيعصبك قلهم لا يا جماعة انا مش هتعصب بسبب الكورة والله ده انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا مش جاي اقعد باقي وقت هنا عشان هتخانق في الكورة كم ده ينطبق على الحياة الحقيقية والحياة الافتراضية على السوشيال ميديا ليه تخش في مناقشات من النوع ده فكر بس قاعد فكر كل شوية واحسبها ميت حزب اصلا انت عاملة زي الايه الحاجة اللي هي بتتصرب لك وانت مش واخد بالك انت هتلاقي مودك بقى وحش يا خبرة بيض دول عاملين مؤامرة على النادي بتاعي دول عاملين أزمة للعب الفلاني ده اللاعب ده أحسن واحد في العالم طب بتشتموا ليه طب والله اللي أنا أعمل فيه كنتو تخيل بدون ما تقصد لقيت نفسك جريت لحاجة المفروض هي بتسليك وبتمتعك وبتريحك من هموم الدنيا فانت تنجريت لهموم أكتر من هموم الدنيا الطبيعية بتاعتك اللي هي عندنا كلنا راجع نفسك بقى راجع نفسك عشان ما يبقى فيه مبادرة نبقى معاه سهل جدا بص يا درح ما قايل لك والله تعالى نشارك في الموقع تعالى ننزل الشارع ونعمل ونعمل حاجات نظرية حلوة جميلة بس الحزب عندك الحكاية أولها وآخرها عندك اللي بيتعامل في النص ده زي بيقوله كده ايه حشو كويس محمود يعني حشو لطيف مش وحش يعني يعني حشي شوية فلاني يقول كلمتين وده يقول كلمتين بقى بس الحل عندك مش عندي أنا مش هعرف أعمل حاجة لا إعلامي بص بقى لا إعلامي ولا رئيس نادي ولا لاعب ولا مدرب ولا اتحاد كورة ولا أي حد هو اللي هينبز التعصب انت انت اللي هترفض الوحش وانت اللي هتوافق على الحلو انت المتلقي والمشارك يعني انت الوحيد اللي عندك الاتنين متلقي ومشارك كلنا كلنا بنشارك في المنظومة بتاعة الكورة بس حلوك متلقي ومشارك فتتلقى الجيد وتشارك بشكل جيد لو عملت كده كلنا هنبقى ومسطين وعشانك انت والله زي ما قلت لك عشان تبقى يومك حلو انا النهارده رايح حفرج على ماتش الاهلي والمصري الزمالك والاسماعيدي انه رايح حفرج على ماتش ليفر بول وبرائتون رايح حفرج على ماتش أرسنال وطاترة نهام رايح حفرج على ماتش ريان مدريد وفالينسا رايح افرج على ماتش برشلونة وقشبلية رايح افرج على كورة رايح استمتع النهاردة الواد الواد رقص ترئيسة حلوة اوش اداله كبلي حلوة اوش ده كان فيه جول في المقص ده انتو لو شفتوه انا بكلمك بس اعادتك انت مع الناس لو شفتو جول حلوة اوش متعة الكورة متعة الرياضة تسليه ومتعة ليه بايها تخليها ازمة ليها تخليه تعصب اصلا انا متعصب اول فريق انا بحب فريق او ده او متعصب له اولا هي جنب فريق ده انا افديب عمره ليه تفديب عمرك واتفديب روحك واتفديب حياتك ليه ليه يا جماعة فيه افورة بنحب فريقنا بنحب ندينا نحبه طول الوقت ونشجعه طول الوقت بدون بس جمل رنانة والفاظ مسيرة وازمات وحاجات كبيرة نحبه عشان بس تمتع به حبيت ابدأ بس بالكلمتين دول والنهاردة محترفن